من جديد تعود أزمة المشتقات النفطية إلى الواجهة في حضر موت لتتصدر المشاكل الأكثر تعقيدا في المحافظة النفطية إلى جانب ملف الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي سائقون لعشرات المركبات يصطفون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود منتظرين الحصول على مادة الديزل أو البترول إلى جانب أزمة المشتقات تسير أزمة أخرى متصلة بها وهي تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية التعد واحدة من أبرز أسباب الأزمة الخانقة بالوادي والصحراء كما ساهمت حالتها غير المستقرة إلى توقف التجار ورجال الأعمال عن استيراد المشتقات ولا بدلها من حل ونحن نظلين بهذا الطريق الصراحة ستصبح الأمور معقدة وصبح الناس في أزمة وفي تعب وهنا نعاني من أجل الديزل نعاني من أسحاب الارتفاع الإسعار الارتفاع فائح الصراح هذا الارتفاع لا يرضى بأحد انعكست هذه الأزمة المركبة على مختلف قطاعات العمل في ودي حضرموت لكن أهمها هنا شريحة المزارعين الأكثر تضررا حيث يؤدي ارتفاع أسعار الديزل وانعدامه إلى توقف معدات الري ما يصيب مزارعهم بجفاف كما يتسبب بتلف معظم المحاصيل الزراعية غياب رواتب الموظفين وأزمة المشتقات النفطية وعدم استقرار صرف العملة كل ذلك ضاعف من غلاء الإسعار ومشقة الوضع المعيشي على كاهر المواطن مصفوفة من الأزمات تحيط بالمواطنين هنا في حضرموت في واحدة من أهم المحافظات اليمنية إنتاجا للنفط خصوصا مع انقطاع المرتبات وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية قابلها مجتمعة تجاهل الحكومة لأوضاع الناس حدد مساعد قناة بلقيس حضر موت